السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. كلب اسمعني معكم الاسترصافة من قناة تيوك. كلب اسمعنا الاول مرة عجل الفيديو. ما ينسى اشتركوا فعلينا الجرس. تعبير وضع ادماجية عن اه خدمة الوطن. دورونا في خدمة الوطن. فقرة من عشرة اسطر. اه لدينا هنا اه تعليمة. هي هو الموضوع ده حل الادماج كل صد اثنان وثبعون اه في اه التربية المدنية سنة متوسط. تعليمة اعتماد على مكتسبات القبلية والسندات واحد واثنان وثلاثة اكتب فقرة من عشرة اسطر تبينه من خلال دورو دورك في خدمة الوطن. الوطن هو المكان الذي نولد وننمو ونعيش فيه وهو هويتنا تميزنا عن الاخرين. ولذلك من واجبنا ان نخدم وطننا. يتعرض الوطن للنهب والاستعمار. ومن هنا يأتي دور المواطن الدفاع عنه من خلال الحفاظ على الامن واستقراري والالتزام بالقوانين والانظمة. والحفاظ على التراث والثقافة والعمل على نقليها للاجهار القادمة. وكذلك المساهمة في بناء الوطن وتطويره والعمل الجاد. والتمسك بقيم المواطنة الصالحة واحترام الاخرين. والتعاون معهم والتحلي بالاخلاق والمشاركة في خدمة المجتمع وحل المشكلات ورفض العنف والقوة وغيرها. ان خدمة الوطن واجب مقدس وشرف كبير. فكل منا مسؤول عن مساهمته في بناء الوطن والقيام بالواجبات. تعبير عن الوطن ودورونا في خدمة الوطن. في العرض ذكرنا دورونا اه واجبنا يعني في خدمة الوطن. مقدمة لمحة بسيطة. سطرين. الخاتمة لسنتاج او خلاصة للموضوع. شكرا جزيلا نحوز الاسماء. دمتوا فرعيت الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.